نخلل اللفت بسم الله نجيب أي نوع من اللفت المتاع عنا حسب الدولة النتيجة واحدة نعمله إلى أصابع نجيب البنجر نعمله إلى مكعبات نوعا ما كبيرة شوية البنجر نستخدمه بديل للسكر وبديل للون نوضع البنجر بالماء ونشغل الحرارة ونوضع على كل كوب من الماء معلقة من الملح معلقة من الخل عند الغليان نغلق الحرارة ونرفع الوعاء من الحرارة ونوضع اللفت ونغلق الوعاء ونتركه يبرد تماما بعدما يبرد بنعبيه في العبوات ونخلي العبوة ما تكون مليانة بالماء المملة حتكون أقل بثلاثة سنتيم نغلقها وهيك أصباح جاهز عندي تقريبا ألف وصفة صحية المهتم بالغزاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد مدة الاستوى تقريبا بيأخذ حدود عشر أيام ممكن أكتر ممكن أقل حسب حرارة النمط في أمان الله